دايماً بنحاول إحنا نعرض لحضراتكم مجموعة من الفقرات اللي بتهم وبتمس الشارع المصر تحديداً لأن في ظل الامفتاح والعولمة بنشوف دلوقتي ناس كتيرة بيحبوا اللي هما يعيشوا مع نفسهم ويحبوا اللي هما يكونوا منعزلين عن العالم بدون ما أصحاب أو حتى حد من أقاربهم اللي هما يكونوا في حياتهم وده طبعاً بطبيعة الحال ممكن اللي هو يأثر عليهم نفسياً وكمان يأثر على علاقتهم بالناس اللي حواليهم والمحيطين بيهم وتحديداً الأقارب من الدرجة الأولى أعتقد ذاهرة منا بدأت اللي هي تنتشر وأنا بشوف السبب الرئيسي فيها ما يعرف باسم التواصل الاجتماعي اللي أنا بشوفه هو تباعد وليس تواصل روسيا أحمد خلينا نفكر كده ونقسم أنواع للعزال إزاي الناس منعزلة يعني متقوقعة جوة نفسها ولا الناس قاعدة بتفكر بشكل مختلف ناس عايزة تتواجد لمجرد التواجد ولا ناس عايزة تبقى موجودة مؤشرة أو موجودة بالشكل المريح لها أو موجودة في مكان قد يكون مش بيسبب لها أي نوع من أنواع الراحة ليه واحد يبقى قاعد بيهضر مجهوده وقاعد بيهضر في أعصابه وسلامه النفسي وراحته في مكان هو مش مستراح فيه ومش مستراح مع الأفراد اللي فيه فحيبقى قدامك حاجة من الاتنين ألاف أنا بتحكي لها شاء اللي أعتقد اللي ما بيرداش يهدر مجهوده ولا يهدر طاقته هو أنت معي درعا من النقطة بس هي النقطة بتكلم بجد أنا ليه أستهلك نفسي في حاجة أنا مش بستوني صحيح مش أنا كمن أي شخص يعني حينتج عندها حاجة من الاتنين إما هتضطر تتعامل مع الناس بشكل فيه نوع من أنواع النفاق وده يخلي شخص منافق ليه أنا أبقى بخلق شخص منافق أو هتتعامل مع الناس بشكل ده رأيك لكن العلم أكيد ليه رأي مختلف ما أنا هنعرف كل التفاصيل هنعرفها عن الانطواء النفسي وتأثيره على الأشخاص في حياتهم اليومية كل ده هنعرفه أكثر نهاردة في فقرتنا ومع دكتور علي عبدالراضي استشاري تأهيل النفسي بجامعة عن شمس يا دكتور صباح الفل والورد صباح الفل يا منا صباح الفل عليكم يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة صباح الخير عليك يا دكتور يعني عاوزيني أعرف من حضرتك تأثير الانطواء على هذه الأشخاص اللي بتسلك هذا السلوك شايفوا إزاي؟ بيأثر عليهم إزاي؟ هل زي ما منا قالت هو بيعتبر الناس هي قررت أن هي تعيش في سلام وراحة نفسية أبدية لا هفضل طول حياتي كده متخوقز ويعني قافل ومنطوي على نفسي ولا هو لي بعد نفسي أكتر أحمد أنا أعز أقول حاجة بعد إذنك هو أصلا الانطواء أساسا يعني مع سؤال أحمد الانطواء تحول أو لما بنقوله بتيجي في مخنا كلمة ولد قاعد في البيت أو رجل قاعد في البيت مكتئب حزين بالشكل بقى اللي بتصوره الدراما بدأني طويلة أو بنت قاعدة في البيت أو سيدة حزينة ومنكوش يعني عادرتك عارف الشكل اللي بيزهر في الدراما بقى عندنا فكرة الانطواء وكأنه شكل مردي أصلا الانطواء ده مصطلح سائل سمع فعلا زي ما بيزهر لنا ولا ده تصنيف عادي خالص وإحنا لوطرناه وخلنا خطينا مع الوحشين أولا نساعدين أنا معكم فعلا حاجة محيرة كل الناس بعد انتشار فكرة التقاطع الاجتماعي مش التواصل الاجتماعي زي ما نقولك التباعد التقاطع بالضبط التقاطع الاجتماعي اللي خلى كل الناس عبارة إما قطيع مشية وراء المنصاقة أو إن هو كل الناس اللي كانت موجودة لها أرايب وليها ناس وموجودة معهم حصل فيه تباعد وتفرقة ما بينهم هما الاتنين طيب خلنا نروح نفرق ما بين نوعين حاجة اسمها العزلة وحاجة اسمها الانطوائية الانطوائية هو فترة كان حياته كان شخصيته كويس جدا منفتح بتعمل مع الناس وموجود مع الناس ومختار بعض الناس مكمل معهم حياتهم دايما بنقول مش بكترهم ببعض منهم اللي هو الصادقين اللي موجودين معهم تمام بس فترة وانطوى عنهم انزوا عنهم ما بقاش موجود معهم في المناسبات العامة في المناسبات الرئيسية ابتدأ يعمل تقليل من انتاجه العام يعني لو كان انا شغال في مصنع او شغال في شركة او شغال في جامعة تواجد مع الناس دول ابتدأ يقل ما بقيتش يكون موجود معهم في المناسبات الضرورية ما بقيتش يحضر الاجتماعات ما بقيتش انتاج العمل يبتدأ يقل فهنا نقول ان حصل انطوائية وحصل انعزالية مش كل العزلة سلبية زي ما بيقوله احنا عندنا في علم الناس بنصنف حاجة اسمها عزلة ايجابية وعزلة سلبية ايوة قليل من العزلة جيد او دايما بننصح الناس خد نصيبك من العزلة يعني ايه خد نصيبك من العزلة انت محتاج كل فترة تختلي بنفسك كده تعمل خلوة مع نفسك ترجع بها نفسك تحاسب نفسك اه طبعا تفصل تقيم فيها علاقاتك تقيم فيها ذاتك اولا تقيم فيها صورة الذات بتاعتك انا شايف نفسي ومقدر نفس التأدير الصحيح ولا غلط طب انا الناس اللي موجود معاهم دول اصحابي سحبيني دايما بنقول الصاحب ساحب نحنة الحاجة السلبية ولا انا باستهلك معاهم واستهلك بمعنى الاستهلاك اننا طول الوقت بنتكلم عن بعض طول الوقت بنعمل غيبة ونميمة خلوا عندي نوع من انواع اللي بنسميها الرهاب الاجتماعي الرهاب الاجتماعي المنشأ بتاعه هي حتة النميمة والغيبة كان موجود مع ناس دايما بيختابوا وينموا على الناس اللي كانوا موجودين في اجتماع وخلافه فهو يقول انا اكيد هيجي علي الدول ولم مامشي من الاجتماع ده هيجيبه سرتي فيبدأ هو يخاف من التجمعات دي فيبدأ ينطوي وينعزل مش كل العزلة سلبية ومش كل العزلة الاجابية اسمدة الخلوة مع النفس دي قدي ايه تحديده طيب ممكن الناس اقول لك انها حقود سنة الخلوة مع النفس حلو طب السنة الخلوة مع النفس في حاجة اسمها مقومات الخلوة الاجابية لازم يكون عندك حاجات كده بتعملها على سبيل المثال حد عنده مناشة الدكتورة فيختلي مع نفسه ويعمل معسكر كده انا عندي عشرين كتاب السنة دي وعندي ست فصول مثلا في الرسالة وعندي مكتبها رجعها وهنا لا يعني الخلوة او العزلة لا تعني انك انت ما بتخرجش الشارع لان انت بتروح بتعمل بعض المهام بتاعتك كل الفكرة في العزلة انك انت بتعمل تسقيق او تجميد لبعض الاعمال اه الاولويات دكتور انا مش عايزة ساميها لحاداتك بتقوله ده اي نوع من انواع العزلة اقول انت واقية انا بقول عليه اعادة ترتيب اولويات مش الشخص من غير بقى ما نعمل حاجة كبيرة ونحطه مصطلحات خلينا نتكلم كده يعني بشكل سهل يعني وبسيط مش لازم ابقى قاعد وافكر واقعد اقول انا لما اقوم من المكان هيفكروا علي ويكلموا علي انا عايز اعيد تقييم زيتي واقول انا محطوط في مكانة مناسبة ولا لا الامور قد تكون في بعض الاحيان مش كل الناس عندها الوفر تنكينج او انها تعود تفكر وبتسمع الصوت في دماغها وتفكر الناس بتتصرف بالفترة مكان قاعدة فيه مش مستريح حقو مش ليه لازم افضل قاعدة وافضل مش قاعدة كمنا يعني كشخص يعني ليه الشخص يفضل قاعد في مكان هو مش حاسس انه هو فيه مستريح هو لا ينتمي المجموعة الناس بتنبسط وبتحس بالامان لما بتبقى موجودة فسط مجموعة لكن لو المجموعة دي لا تتوافق معك فكرا او سلوكا او ثقافة او مع توجهاتك الدينية ايا كان ايه اللي يخليك ايه اللي يربطك بمجموعة لا تتوافق معك او لا تتشابه معك حلو نفس المعيار اللي انت قلتي اللي هو حتى تتفكير ازاي في الموضوع ده طالما انت كنت موجود وما تبسطتش وما كنتش سعيد ومشيت فده ما يعتبرش عزلة ده يعتبر انك انت ده اختيارك ومن حقك انك تختار المجموعة اللي موجود معهم تختار المجموعة اللي انت حالي بتتكلم معهم تختار كمان نوعية الحوار والكلام اللي انت موجود معهم احنا بنقدرش نقول ان كل العزلة مرضية ومش كل العزلة ايجابية لا انت لازم تختار الفكرة ان لما اكون انا قررت ان انا عازل او احدد عشر افراد هما اصدقائي او اريبي او مجموعة معينة هما دول اللي هستفاد منهم طب ايه العلامات اللي بتخليني اعرف ان العزلة دي ايجابية او سلبية انقطاع صرط الرحم بقيتش تتكلم اخواتك ما بقيتش تتواصل مع اخواتك وبقيت تهمش اولوياتك على سبيل المثال لو انت متجوز او خاطب او في اسرة مسؤولة عندك اتزامات اسرية وابتدت تفصل عن الاتزامات الاسرية في الحالة دي تفعوز لسلبية طيب وكمان دخل على انطوائية طيب لو انت مثلا شغلك متطلب انت تكون موجود في الشغل وابتدى دايه اثر على وجودك في الشغل فساعتها مش بس انت في عزلة سلبية انت كمان دخل على مرحلة اكتئاب فلازم تاخد بالك من الجزئية دي كل مكانات العزلة او الحاجة اللي انت موجود فيها بتأثر و بتسمع على يومك بتأثر و بتسمع على اولوياتك بتأثر و بتسمع على المهام المطلوبة منك فانت من الواضح انك انت في مواطقاء سلبية فتاخد بالك من الجزئية دي طيب دكتور يعني خلاص اللي حصله انطواء حصله انطواء وهيبتدي اللي هو يتم تأهيله مرة تانية لكن خلينا نبتدي في النشأ الجيل الجديد اللي طال لان انا اعتقد ان التربية بيكون لها دور هام جدا في هذا السلوك صحيح فان نصيحة اللي نقدر ننصحها لكل اب وكل رب اسرى وربة اسرى بيتابعونا الان في تربية ولادهم علشان خاطر ما يكونوش منطويين لان في سلوك معين لو اتبعوه ابنهم هيبقى منطوي واذا انطواء من الصغر كيف سوف ينعكس عليه المستقبلا انعكس على المستقبلا هيبقى دايما موجودة على اللي زي بوي ودايما زي ما احنا بنقول كده مكتائل شخصية تكالية شخصية تكالية اعتمادية على الاخرين ما عندوش المسؤولية طيب الناحية دي احنا لازم نعمل ايه خد بلك عزيز الاب عزيز الام ابنك زي ما انت عايش مش زي ما انت عايز احنا عايزين اولادنا اس كناس عندهم مهارات عالية عندهم خارطة ابنك زي ما انت عايش مش زي ما انت عايز اه فانت ايه انت القضوة بقى الحاجة اللي انت عايشها ابنك هيعملها فابنك حاصل مجموع خبراتك انت اللي بتعملها قد نامه طول الوقت شايف ماما او بابا بينموا على الناس فهو هيقول ان يكيد الناس التانية بتنمى علينا طول الوقت هو شايف بابا ومنكبأ وماما على الموبايل وعايزين نمنع هو على الموبايل فهو برضو هيجيب جهاز ويعيش نفس الحياة اللي هم عايشينها صحيح صحيح فانت كده عامله حاجة اسمها ايه العزلة الالكترونية كمان طول الوقت انت بتهدده ان فيه ناس بره سيئين وانت واجدك بره سيئ فتعمله نوع مش بس انوع العزلة السلبية على الثقة في الاخرين ايوة افتقاد الثقة في الاخرين افتقاد الثقة في نفسه اقصع بحاجة ان هو يبقى عنده توحد بقى طيب انا عايز اقف عند نقطة الثقة دي نقطة الثقة بالنفس هي اللي بتحدد الشخص ده انطوائي ولا مترفع هو اللي باختار ان هو يبقى مش موجود ولا هو بيبقى مش قادر يواجه وخايف انه يبقى موجود الثقة بنفسه هي اللي بتحميه من الانطوائية والاحباط والاكتئاب وتخلي عنده المصطلح اللي انت قلتي الترفع وحسن الاختيار انا اختار اصدقائي بعنايا لاني صاحب ساحب مش بس كده لازم تكون علاقاتي فيها المعيار النجاح اللي هو فايز فايز انا عامل علاقة مع صديق معين احنا اللي اتنين فايزين مش طول الوقت هو بياخد مني وبيسحبني وطول الوقت هو بيستهلكني وانا مش باستفاد منه لازم احنا اللي اتنين نفيده او العكس او لا استغله حلو جدا وهنا مش اتكلم على استغلال المادي انا باتكلم عن التواجد المعناوي طب في وقت الاوقات انا محتاج حد يدفعني سابورت ليه ينجحني فده محتاج ان يكون موجود معايا حتة التوحد عشان ما نعديهاش بسرعة اولادنا ضروري بعد سنة او سنة ونص خليهم في الشارع عادي جدا اولادنا ينزلوا الشارع انا هعالجه في الساعتين لو استعلم مصطلحات غريبة لو تعلم بعض الكلمات اللي مش حابين نسمحها ده سهل جدا اعالجه عندي وااهله في ساعتين لكن لو جانه توحد بياخد معايا وقت طويل جدا جدا وده اللي بيخليه حتى في التوحد هو بيحب التكرارية العزلة والانطوائية ما هي اللي تكرار يومك الروتيني اللي انت حاولت ترفضه فانت بتستسلم الروتيني اليومي وبتعمل كل الحاجات اليومية بشكل تكراري اي معناها انك انت دخلت على طيف من اطياف التوحد فدائما حتى بقول الناس اللي بيشتغلوا زميالنا في حتة التخاطب التخاطب ما هو الا شكل قانوني من التوحد انت بتعلمه بعض الكلمات بيبدأ يرددها من غير ما تكسره بالضبط ما هو رسوس التعليم قايمة على الباتن او على فكرة المتوالي اللي بيمشي به انه حاجة بتسلم حاجة بتسلم حاجة علشان يحصل اي نوع من انواع النتائج حالو جدا ده في التعليم النورمال الناس الطبيعيين اللي هو خلاص انا حفظت النهاردة نبناء من الروتين والاطفال كنا عشان نزبط نوم هم هما صغيرين بياخدوا دوش في نفس المعاد بيناموا في نفس المعاد حتى لو هما مش مستعدين للنوم بس عشان نزبط اليوم موعد اكل مثلا يعني اعتقد حرك بتغير الفكرة ده ده كويس دس هو الايام والمواسم والفصول مش كلها شبح بعضيه صحي فهو التغيير ده مفيد لنموه النفسي ونموه الصحي علشان ما يرفضش اي حدث جديد بيحصل في حياته ما يرفضش رفض المراهقة او البلوغ ما يرفضش انه هو ترفض من زميله او زميله تنمره عليه يعرف ان الدنيا يعرف ان الحياة مش كلها نعمة وكلها لازم يكون عنده نوع من الصمود النفسي فبالتالي اولادك عشان تحميهم من توحد عادي جدا ينزل النادي ويتعامل مع كل الناس ويتعامل مع كل الفئات شيء انا ابينا هينزل ويتعامل مع كل الناس فلما يكون عنده صمود نفسي ما يكونش عنده حشاشة نفسية وحتى ده ليه خلينا ندخل شوي على التنمر ان انا مقدرش اقول لابنك يعمل ايه في التنمر ومقدرش امنع الناس كلها على التنمر وده الصح ان احنا بنوعي انه ما ينفعش تتنمر على كل الناس لكن الاهم ان يكون عنده صمود نفسي لما يجي الضرب من التنمر يبقى عنده صمود نفسي ويبدأ يواجه فبالتالي ما يأثرش عليه التنمر كذلك الامر ما تاخدش منحة لو حد تتنمر عليه منحة سلبية وتتعزل الناس لأنهم بيتنمروا وده بالنسبة للاطفال حد تتكلم في الفصل معاه او تتكلم معاه في المدرسة بطريقة مش كويسة فيبدأ ينعزل عن المدرسة يقولوا انا هتعلم في البيت او هتعلم اونلاين التعليم الاونلاين هو تعليم استكمالي لمرحلة معينة لما تستفاد منها بالخبرات الاجتماعية والمهارات الاجتماعية القوية تتعامل ازاي مع الناس وتطور من ادواتك الاجتماعية ساعتها تكمل اونلاين ده يعني بنسمحنا اكستنشن او حاجة زيادة شوية اولادنا بيهتموا بنفسهم قوي قوي بس بعيونك انت بيشوفوك انت بتمبهر بايه اللي هم بيعملوه فهم يحاولوا يكرروا مرة تانية نجاح اولادك حاصل معرفتك بعلوم التربية الايجابية الجيدة وانك تكون موجود معهم وانك تحببهم لحياة التربية والتأسيس هي يعني عامل مهم جدا في التأثير على فكرة يعني حدوث انطواء او معالجة ايطار الانطواء بشكل مستقبلي وبشكل سريع يعني في الحياة احنا بنشكرك دكتور علي عبدالراضي استشاري التأهيل النفسي بجامعة عين شمس كنت اضيف عزيز علينا نورتين يا فنة تحياتي ليك سعلينا معكم النهاردة نورتين يا فنة معنا وسهلا بك شكرا جدا